مبدأ الضلال في باب أسماء الله وصفاته هو اعتقاد التمثيل اعتقاد أن ما أخبر الله به عن نفسه هو نظير ما نشاهده في الخلق وإذا حلت هذه العقدة زال الإشكال وذهب كل ضلال إذا علمت أن الله ليس كمثله شيء وأن ما أخبر به عن نفسه ليس له نظير ولا له مثيل ولا له فيه شريك علمت أن الله تعالى إنما أثبت لنفسه الكمال المطلق فتثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل لكن هؤلاء لما ذكر الاستواء تخيلوا ما يكون من حال المخلوق فيما يستوي عليه وأنه محتاج إلى ما يستوي عليه أي ما يعلو عليه وهذا لجهلهم بالله عز وجل فالله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو الذي يحمل العرش وحملته سبحانه وبحمده هو الغني والحميد لا حاجة به إلى شيء من خلقه وكل خلقه إليه فقراء سبحانه وبحمده يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني والحميد إذا تخرر ذلك زال عن قلبك كل وهم أن يكون الاستواء يستلزم نقصا في صفات الله عز وجل فالاستواء لا نقص فيه بوجهه من الوجوه بل هو كمال من كمالات الرب التي أخبر الله تعالى بها في كتابه ودلت على عظمته وجلاله سبحانه وبحمده